بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم اليوم معاكم شاب القلاف ومحمد سعود الشمري عندنا حلقة كاملة عن دراسة الطب في جامعة الكويت بداية نعرفنا عن نفسك اول شي يعطيك العافية شاب ومشكورين على استضافة محمد شمري طالب طب بشري سنة ثانية في جامعة الكويت جميل فودنا نتكلم عن امور كثيرة عن جامعة الكويت ودراسة الطب تحديدا في جامعة الكويت بداية حدثني عن النقلة قبل لا ادشي الجامعة اللي تلازم تيب القدرات صحي فاشرح لي بشكل بسريع شنو هو القدرات شنو لازم تسوي شنو اللي يختبرك فيه وطريقة الدراسة في القدرات وما عليك امر تقرب الماكتب اول شي جامعة الكويت طبعا مثلها مثل اي جامعة تحتاج يعني شروط عشان تدشها من احد شروط اللي هو امتحان القدرات حق اي تخصص سواء طب او غير الطب امتحان القدرات على دفعتنا كان او امتحان القدرات فيه وعد مواد تقريبا اربع مواد حق العلمي ومادتين حق الادبي مادي والله بس المهم ان كل تخصص يتطلب مواد معينة فتخصص الطب او المجال الطبي بجامعة الكويت يتطلب ثلاث مواد على دفعتنا اللي هي دفعة 2019 كانت المواد الكيمية والانجليزي والرياضيات فانت تاخذهم على ثلاث محاولات بسنة واحدة واعلى درجة تيبها هي الدرجة اللي راح تنجمع مع النسبة الثانوي ويطلع لك شي اسمه معدل مكافئ هذا المعدل المكافئ هو اللي راح تتنافسون عليه كل الناس اللي راح تقدم على الجامعة الكويت فشون تدرس حق امتحان القدرات امتحان القدرات او شي نتكلم عن مادة مادة ان شاء الله ما اطول عليكم بس ان احسن عشان افصل لك المواد وشون تدرس لهم حلو اول شي المادة اللي اهمة اللي الناس تقول عنها تعجزية اللي هي مادة الرياضيات مادة الرياضيات كلش مو تعجزية ليش او شي في دورات وايد دورات ومشهورين وايد ان اهمة يسهلون متحان القدرات حق الطلبة يعني بطريقة مو طبيعية مزين لدرجة ان الناس كانت تتيب بالسبعينات او بالستينات وكانت تسقط وبعدين يفولون الامتحان او يبون بالتسعينات فالدورات هذه وايد كانت في دناء خصوصا انا بعد فامتحان الرياضيات حلها دورة تدش دورة لكن لما انت تدش الدورة ما تروح الدورة وخلص انا اعتمد على الدورة ان انا رح اخلص الدورة هذه رح ادش الامتحان لا الدورة هذه انتبه مع الاستاذ اللي رح يدرسني والشي الضروري ان انا ارد البيت احل كل اللي خذيته مع الاستاذ والاسئلة اللي ما حلهم من الاستاذ انا ضروري ضروري احلهم واروح اسأله الصبح ان استاذ هل هذا السؤال انا حليته صح ولا لا هذا اكثر شي انا فادني وخلاني اي بالدرجة اللي كنت ابيها برياضيات خصوصا فحل الرياضيات ان انت what i mean دورة. والدورة مو مجرد ان انا اروح امتحن. لا. ادش الدورة. واتعب روحي يعني بيني وبين المذكرة مات للدورة. وراح يبه الدرجة. واذا ما يبتب المحاولة الاولى رح يبه المحاولة الثانية. واذا ما يبتبت الثانية رح يبه الثالثة. اهم شي ان انا تعبت. انا واثغ ان انا رحيب الدرجة. جم حلو. هذا متحان رياضيات. متحان انقليزي. طبعا اتكلم عن طلبة الحكومة. طلبة الخاص عندهم بتحالي انجليزي سهالات وبالنسبة لهم ماي لأنه اسهم من الآيز بتحالي انجليزي حق طلبة الحكومة اللي هو مو وايد زين بالانجليزي مثلي أنا زين هم دورات بس الدورات ما راح تفيدك وايد كثر ما انت مجهودك على المادة يعني انت مثلا احنا طلبة الحكومة ما عندنا فوكاب وايد حاول تحفظ فوكاب حاول تشوف اي كلمات من بره من النت احفظهم افهم عساس انت بعدين تقدر تستخدمهم هذا بالنسبة لحق الفوكاب بالقرامر في مذكرات حتى احنا كاتحاد طلبة الطب عندنا وايد مذكرات نعطيهم حق الطلبة اللي بيدشون او اللي بيدرسون قدرات وايد راح تفيدهم والمذكرات هذه تكون شاملة اغلأ يعني اكثر من دورة المراجعينها اكثر من دورة هذا بالنسبة حق امتحان الانجليزي امتحان الكيميا طبعا الحين شالو بس احنا على دفعتنا كان موجود وانا بالنسبة لي كان امتحان الكيميا وايد سهل وايد تافه ليش؟ لان نفس نفس المتيرية اللي تمتحن فيها بالقدرات انت قاعد تاخذها بالثانوي انتكلم عن الحكومة زين انت نفس نفسها بالضبط اللهم انت بس يعني تدرس الكورس الثاني والاول مع بعض بس فامتحان الكيميا كان بالنسبة لي وايد سهل يمكن فيه ناس يواجهون صعوبة فيه انه هو كمية عودة حفظ وايد organic chemistry سهلات كلها سهلات بس انت عط من نفسك شوية حق الكيميا ورح يطلع الحين ما يحتاجون الكيميا طبعا كلية الطب او المجال الطبي هنا بالكويت شالوا متطلب الكيميا خصوصا وصاروا يطلبون بس امتحانين امتحان الرياضيات عليه 10 بالمية من المعدل المكافئ امتحان انجليزي عليه 15 بالمية من المعدل المكافئ يبقى 75 بالمية تكون على نسبة الثانوي سواء انت كنت خاص او حكومة 75 بالمية هي يعني مسؤولة عن نسبة الثانوي مالتك بس جميل الآن راح توجه الحديث عن جامعة الكويت ولله الحمد قدرت تتيب القدرات الحمد اعتقد هذا شيء متميز انا شخصيا ما قدرت سويتها مرة ما قدرت وتوجهت بالخارج بداية جامعة الكويت ندري احنا التنافس للمقاعد صعب جدا يعني معروف جامعة الكويت شو اللي بيصير يعني شخصيا سمعت انها راح يكون في مقاعد اكثر حق الطلبة تنافس النسب راح تزيد في سنة القادمة شنو شنو اوكي هذا الموضوع يعني هم انا ما اقدر اتكلم فيه لانه انا مو مسؤول عنه لكن اقدر اقولك راي فيه اول شي سالفت المقاعد المقاعد كانت يعني على على مر هالسنتين اللي طافوا زادت يعني احنا على دفعتنا ما عارف الرقم بالضب بس كان المقبولين 120 بشري طالب بشري 120 الى 125 شيء شذيب زين اه الدفعة اللي بعدي زادت الدفعة الياية الحين اللي بتنقبل ما ادري بس اتوقع ان الحين توتل العدد اللي ينقبلون طب بشري 150 طالب لو تسأل اي احد الحين سنة رابعة او سنة خمسة رح يقول لك تسألة كم واحد تنقبل عندكم بالدفعة رح يقول لك 110 يمكن لانه خلال هذي هذي السنين اللي طافت زادت المقاعد وتغيرت القاعات ومادر شنو عشان الكلية تستقبل وان شاء الله تكون تصجد تقدر تستقبل ان شاء الله يعني احنا نتمنى نتمنى ان يكون للطلبة فرصة ان يقعدون في الكويت غالبا الى حين اللي نسمعه يبون جامعة الكويت لكن العائق طبعا هو القدرات وانه تنافس عالي جدا اخشوف يا شاب انا اختلف معاك بهذه النقطة انه هما عندوهم انه امتحان القدرات عائق انا انا هذي الكلمة ما احبع ليش لانه امتحان القدرات يعني انا يعني ما باقول لك قصتي كاملة بس ابيقول لك شي انا سويته خلاني انا استفيد وخلاني انا كن جاهز عق امتحان القدرات زين اول شي انت قبل لا تدش السنة الاخيرة ما تتخرج اللي هي سنة 12 انت لازم تعرف شنو تبتاخد شنو تبتسوي مو تخلص كورس الاول بعدين تفكر انا شنو بسوي مثلا انت تتخذت قرار انه انا عندي بلان اي بدش جامعة الكويت اي ان كان من تخصات انا هني من قبل لا انا كمحمد شخصيا قبل لا ابلش الدراسة بالمدرسة بلشت ادرس متعام القدرات تعب مو تعب عادي احنا الان قاعدين كلنا معطلين اوكي ما عندنا شي نسوي صح بطل شوف ديش دورة ادرس عطل من نفسك لانه ايه هذه السنة راح تحدد مصيرك واتوقع انت مو المرة تسمعها كلمتي حق الطالب الثانوي انت مو اول مرة تسمعها الكلمة انه هذه السنة راح تكون سنة مصيرية حقك هي راح تحدد انت شنو بالمستقبل انت شنو من انسان راح تكون فانت اتعب فيها بلش مبتشر شوف الامتحان مبتشر مو انا بنص السنة ولا باخر السنة يسير فيني اوه ترى فيه امتحان قدرات اوه ترى انا ما سبق امتحان قدرات ترى انا ما درست او اسجل واجل دراسة اقول يالله قبل امتحان بسبوع ادرس فامتحان قدرات الناس اللي يعني يشوفونه اهمة تعجيزي او ما بقول تعجيزي يشوفونه عائق اهمة ما عطوا حقه بس لو اي انسان يعطي امتحان قدرات حقه راح تشوف ان الامتحان قدرات اسهل من امتحان قدرات اللي برة يعني فيه جامعات وايد احنا ما عندنا مقابلة ما في مقابلة حسب شخصيتك انا اقبلك يعني هذا الشي شرط واحد طلبتها الجامعة ومو عائق من نسبلي حلو كلام جميل حلو احين دخلت الجامعة الكويت جامعة الكويت تحدث عن شنو شفتها اول ما دخل جامعة الكويت سنة الاولى شنو شوية تكلم عن المواد لكن شنو اللي يختلف في جامعة الكويت وحيال جامعية عن المدرسة ولو تتكلم عن اللغة طبعا هذا اهم شي عندي اهم اول شي لما دشية الجامعة طبعا البيئة حيال غير والدنيا غير 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 مو نفس الثانوي مثلا نتكلم عن الدراسة الدراسة بسنة اولى احنا ناخذ على كورسين كل كورس تقريبا اربع وخمس مواد نكون فاونديشن بس احنا نسميه فاونديشن لو عندك اي احد يدست برا انت مثلا شاب درست برا باستراليا خذيت مواد فاونديشن نفس موادي انا فاونديشن فالكورس الول تاقذ بايوفيزيكس وكيمستري وكمبيوتر وانجليش طبعا بس الانجليش اللي ناخذه احنا مو انجليش ثانوي يعني طلبة الخاص هم ممكن هما ما يبون في درجة زين ليش لان الانجليش يكون يعني ما ادري شنو طريقة ولو ما عرف اسم التدريس هذا لكن يكون وايد ما يلحق الماديكال تير عرفت ويكون كل شي يعني مو الانجليش العادي اللي احنا نشوفه بالثانوي او حتى برا او حتى مو انجليش اللي احنا متعودين عليه فهذه مادة الانجليش 181 بالكروس الول والثلاث مواد اللي قيتليك عليهم بايوفيزيكس كيمستري وكمبيوتر والكتف عندنا الكتف حاسب انت شو انتبه الكتفك هني هل يبون باس بس فوق الخمسين بالمئة ولا تشمل من نسبة احنا عندنا الباس ستتين بالمئة او شي نزين كل الجامعة الباس كل ستتين بالمئة اهم يبون باس ومعدلك ومعدل سنةولة ما رح يديش بمعدل بس انت مثل تيمع تيمع حق المعدل النهائي وانحنا عندنا انت ليش تبيل معدل عشان تكمل برا بورد او تكمل تخصصك المعدل اخر شي يشوفونه اذا هم يعني بياخذونك انت او مثلا بيقبلونك بالبورد المعدل اخر شي يشوفونه فاحنا اغلب الكلية ما يهتمون من المعدل اللهم طوف بس طوف وهذا طبعا شي صعب بنفس انك الطوف هو مو صعب بس انه منه اللي ما يطوف منه اللي يبقف اللي يسقط اللي هو يعني ما يدرس يعني احنا عندنا انه لازم انت على اقل سبوعيا اربعة ايام باليوم تدرس انا نتكلم عن سنة ثانية ثالثة رابعة خل اولى اولى شوية يكون قفيفة عليهم فانا نتكلم عن البري كلينك اللي هما ثانية ثالثة رابعة انه انت لازم شبه يومي تدرس خلاص روتين يومي انا لازم اليوم قبل لا اطلع قبل لا ايك هني شاب انا لازم ادرس على اقل ثلاث اربع سلايدات شديد يعني اباطل لازم لكن انا قاعد سبوع منبط الايباد ولا منبط اللابتوب هذا انت راح تدش بريسك مو طبيعي زين فهو مو سهل بس هم نفس الكلام اللي قاقلك هي مو انت طالب طب صحيح عادة اختصر كل الكلام اللي بابوله انت فانرد حديثنا اللي هو سنة اولى خمس مواد الكيميستري وبيوفيزيكس وانجليش كمبيوتر كل مواد عادة الكيميستري نفس الكيميستري مواد الثانوي بس بالانجليزي ايه بالانجليزي فتكلم عن هم نفس الكلام طلبة الحكومة رح يسير فيهم مثل ما انا صار فيلي ان انا مفاهم بس لما تفهمها ان هي ترى نفس الفكرة اللي خذيتها بالثانوي يصير فيك اوه اه هذا اللي خذيناه بالوقت الفلاني فهي بس لازم تتعود بالكورس الاول ان انت تنتقل من العربي للانجليزي حق طلبة الحكومة من العربي للانجليزي وبس انت كل بالسيفتي بس اذا تعود تدرس انا انا انسان اصلا بالغصب طفت انجليزي لقدرات انقبلت ما يعني كنت اواجه صعوبة بالدراسة مطفعية كنت اقعد بالجامعة من الثمانة الصبح ليل 12 بالليل عشان ادرس نوتة واحدة اللي هي سلايدات نوتس بس واحدة الان طبعا غير لازم تتطول تصير كفاءتك اكثر تدرس اكثر باليوم بستكلم عن سنة اولى ليش لان كنت لازم اترجم والكلمة الفلانية ما عارفها وما ادري شنو كان كنت اواجه صعوبة وايد كبيرة اول ما اطعق في الكورس الول بس خلص انا تعود عزيت ان الدراسة بالانجليزي سهلة اسهل من العربي بوايد يعني بوايد بوايد يعني انا شوف ان توصل معلومة اسرع بالانجليزي هذا بالنسبة الكورس الول كورس ثاني اربع مواد بيولوجي كل الناس اللي بالفونديشن يدون بيولوجي وفي مادة احصاء اللي هي بايسترس سيكس عند بيسيك ابيديميولوجي هي مادة احصاء بس ابيديميولوجي يعني زين ونفس كلام الكتب وانجليش تخلصهم يدش سنة ثانية بس سنة اولى موجودة بس عشان يعني يشغلون مخك بس هذي جميل ودي اتكلم عن جامعة الكويت تحديدا الجو قتلي انت مختلف جدا عن المدرسة بدخل عن هذا الموضوع بداية دايما كان يقولون لي ان جامعة الكويت تختلف عن دراسة برا لسبب ان الروح الاخوة اللي دايما يساعدونك دايما في احد من السنوات اللي اكبر منك يعني يعطيك نصائح ويعطيك نوتات احيانا تكلم عن جو الدراسة في جامعة الكويت حلو طبعا هذا الشي هو اكثر شي يميز كلية الطب خصوصا يعني مو جامعة الكويت انت كلم عن كلية الطب شنو اللي ميزنا انت شاب مثلا بسنة اولى او مو شاب اي انسان بسنة اولى عندك شي فلاني مو فاهمة لو اي واحد طال ببرا راح يديش جوجل ويبحث وسوي سالفة هنا انت مجرد تطلع من القاعة اللي انت فيها تروح اللوبي تشوف اي شخص ما تعرفه ما تعرفه تسأله شنو يقصد او هذه النوتة تتكلم عن شنو بدون تردد راح يجاوبك ويشرح لك ويمكن حتى يسوي معك موعد انه يقعد ويشرح لك كل شي وانا اتكلم عن نفسي ان انا لما كنت بأولى وانا الحين بأولى كنت انا اروح واسأل اي احد دامي اسأل خصوصا رابعي وبثانية الحين اولى يوني يسألوني فهذا الشي جامعتنا وايد يميزنا انه مو بس مو بس جذي يعني انت مثلا اه سويت سمري معين مستحيل السمري هذا يكون بس حق فلان مستحيل حتى لو هو مسويه بروحه لازم ينتشر لازم وهو ينشره بنفسه احنا الجو بالجامعة انه الكل يحب يساعد الكل يحب يبادر انه انا ازيد درجتك واساعدك بهذه النقطة حتى لو هذا رح يكون صعوبة علي او عب علي او يقلل من دراستي اوكي بس انا يهمني يعني احنا بالجامعة الجو تحس انه فاملي عرفت يعني عادي انا حس لما ليش انا فيه سؤال دائما يسألوني ليش انت تروح تدرس بالجامعة بالمكتبة ليش ما تدرس بالبيت عنا وايد يعني يمكن عشرة بالمية من طلبة التي يدرسون بالمكتبة ليش انا احب جو الجامعة احب الروح بالجامعة هذه لانه تخلص تطلع بره ربعك موجودين تسولف معهم عن دراستيك واحد معك بتدفع واحد اكبر منك تقول له هذا مهم هذا مهم شون اسول حين انا خلصت المادة الفلانية شون اسول حين متى ادرس المادة الفلانية متى لكن انت مثلا انا هذا شيء انا مادري اذا موجود بره ولا لا بس انا ما توقع انه موجود دائما الناس اللي تروح تدرس بره هذه سلبية يعني انه هو ضايع اعرفت اوكي صج انه فيه اتحاد طلبة هناك يساعدون انا مادري شين وشيء بس بالاخير هو هم يكون ضايع لكن احنا عندنا مستحيل لديش واحد سنة اولى يكون ضايع ليش لانه دورات فيه دورات يعني اللي انت تاخذها مع الدكتور نفسه انا رح درسك دورة يعني يكون واحد طالبة واحد كبير رح يقعد يسوي دورة ويبطالبة تدفع كلهم ويدرسهم نفس هذا بس شنو بالكويت شرحها شنو عادي يعني قاعدة بين وبينك وش رحلك زين سامريات باست اكزامز كل شي كل شي نوفر لهم ودليل على الاخوة وروح التنافس في الاتحادات او اللي تسمونهم رابطة عندكم شغلة انه محد يتكلم بالسوء على اتحاد الثاني وعندكم مثل اعتقد تعهد انه دائما المنافسة الشريفة وروح الاخوة دائما موجودة لمساعدة الطلبة طبعا صح ودي تتكلم عن موضوع الرابطة في جامعة الكويت او طريقة التصويت هل في لجنة هل في روابط اتكلم عن هذا اوكي اتكلم عن القوائم او الروابط بالجامعة حاليا يعني او الفترة الحالية زين اه عندنا بغض النظر عن اللي طاف يعني اللي قبل عندنا قائمتين قائمة الاكاديمية وقائمة طبية كل قائمة عندها افكارها وعندها مبادئها زين وكل شخص هو بس قائمتين انت كطالب طب بشري او من الناس بس الوحيدين اللي صوتون اه تختار مجالك هل انا ابي اصوت حق القائمة الفلانية او اصوت حق القائمة الفلانية من القائمة اللي تمثلني من القائمة اللي انا شوفها ايه هي اللي اهدافها يعني تكون صج عندها اهداف او مثلا ما بقول صج عندها اهداف القائمتين عندهم اهداف بس تكون من القائمة هي الكفء ان هي تمسك مقاعد الكلية اللي هي تكون رابطة طلبة طب بجامعة الكويت يكون التصويت بشهر عشرة احنا طبعا اخر كلية نسوي انتخابات اخر كلية يصير فيها انتخابات ليه كلية الطب يوم واحد تصويت الاعلى تصويت رح ياخذ المقاعد الرابطة لمدة سنة كاملة انت كطالب توق داشت بجامعة الكويت لا تدش مثلا لا تفكر نوالله فلان انا بصوت عشان فلان صاحبي ولا مثلا انا بصوت حق الشاب لان انا شاب والد خالي لا انا ما بجري انا بصوت لان الشخص الفلاني او مو الشخص انا تكلم عن القائمة الفلانية او الناس هذي هالفئة وهما الفئة اللي قع يمشون صح وهما الفئة اللي انا كطالب اشوفهم ماشين بالطريج الصح وهما يهدفون حق هدف بعيد يعني بعيد وايد ما قع يهدفون حق شيء الحين الناس اللي انت تشوفهم هما قع يشتغلون صح بس هذي النصيحة حق الطلبة لان دايما اغلب الناس حتى انا ربي اقول اذا انت ما صوت حق القائمة اللي انا فيها انا ما رح ازعل عليك لكن الشخص مثلا لو انا ازعل عليك معنات ان انا اصلا مو صاحبك انا ما اخذك كصوت بس عرفت فبس هذي النصيحة حق الطلبة اللي بدشون واللي اللي يبي صوت صوت حق الشخص اللي انت تشوفه كفو لا تصوت صاحبي وقبيلتي ومذهبي و ايا كان من هذي القبيل بس جميل عندنا ثلاث دقائق ونختم الحلقة فشنو ودك تقول حق الطلبة بشكل عام طلبة ثنوية اللي خاطرهم بدشون جامعة لكويت وندك المحي مزين طلبة الثنوية اللي يبي دش مو اللي راح ينقبل اتوقع ان اليوم راح يطلع القبول مزين و الله يوفق الجميع ان شاء الله فطلبة الثنوية اللي هما الحين بدشون 12 نصيحتي لكم قرر شنو تبي الحين لا تنطر الدراسة تبلش وتقول لي انا بعدين افكر لا تنطر النسبة تطلع وتقول لي بعدين افكر لا انا اختار التخصص اللي بي وادرس وايب النسبة عشان ادقلني هالتخصص مو ايب النسبة بعدين افكر شنو التخصص اللي مبطل حقي هذا واحد اثنين اللي يبي دش جامعة لكويت بلش ادرس حق القدرات يبقى لا تدرس اسأل اسأل بدش احنا موجودين احنا بالتحاد طلبة موجودين مستحيل انرد اي احد يبي يسأل مستحيل انرد اي احد يبي اننا نساعده مذكراتنا موجودة مساعداتنا الناس اللي تدرس عندنا كلنا موجودين رح نساعد اوكي كل اللي انا اطلبها منكم وانصحكم فيه ان لا تقعدون بس جدي تنطرون الدراسة تبلش انت بلش اسأل شوف امتحان القدرات شنو يطلب شنو الدورة اللي انا احتاجها دشها شنو الشي اللي انا الحين لازم اسوي حتى لو كان متعب لازم احط كل ما فيني من طاقة وجود عشان اوصل حقل يبي بس جميل يعطيكم العافي الحوار جميل معاك محمد اي ان شاء الله فيه لقاء اخر احس مواضع ثانية ما قدرنا نتكلم عنه في هذا الحلقة وشكرا لك مشكور يعطيكم العافي ايمان الله اشتركوا في القناة